فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود ومن هذا الأصل الثاني أنه يكون شرعا لنا وشرع لمن قبلنا من ذلك صوم يوم عاشورة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه تبعا لليهود وإنما كان يصومه من قبل وكانت العرب في الجاهلية يصومونه فهو مشروع للمسلمين كما أنه مشروع لليهود ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصومه إلا لما علم أن اليهود يصومونه قالوا أما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره لليهود وكانت قريش تصومه ففي الصحيحين من حديث الزهرية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفي رواية وكان يوما تستر فيه الكعبة نعم فصيام عاشوراء لم يكن يفحله النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن اليهود يصومونه لما قدم المدينة وإنما كان يصومه في مكة قبل الهجرة بل كانت قريش تصومه فهو يوم معروف صيامه من قبل فليس صيامه من التشبه باليهود لأنه مشروع لنا ومشروع لمن قبلنا نعم وأخرجاه من حديث هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه فيكون صومه له صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة استمرارا فيما كان يفعله من قبل وإنما سأل اليهود لماذا تصومونه من باب التقرير من باب التقرير وإظهار الحكمة من صيامه وهو أنه يوم النصر الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فهو تذكير تذكير للمسلمين وبيان للسر في صوم هذا اليوم وأنه شكر لله حز وجل ثم أيضا روي أنه كما في هذين الحديثين أنه لما فرض رمضان كان في الأول يجب صوم يوم عاشوراء فلما فرض رمضان نسخ الوجوب وبقي صومه سنة مستحبا لكن في الغالب شيخي عرض أن هذا أنه لم يصوم إلا بعد ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد يهود صومه لهذا اليوم هو كما ذكرنا إنما سألهم ليبين الحكمة من صوم هذا اليوم ويذكر اليهود ويذكر المسلمين الحكمة التي من أجلها شرع صيام هذا اليوم والأنبياء دينهم واحد كما سبق والله جل وعلا قال أولئك الذين هدى الله أبيهود ومقتده نعم قال وفيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه نعم وهذا يوضح القضية زيادة توضيح أنه إنما يصام لأنه يوم من أيام الله التي نصر فيها عباده المؤمنين وليس صومه تقليدا لليهود أو تشبها بهم وكانت قريش تصومه والظاهر أنه من بقايا من بقايا الدين الصحيح الذي كانوا عليه من بقايا الدين الصحيح الذي كانوا عليه لأن قريشا كان فيها بقايا من الدين الصحيح نعم مثل قول ورقة أن موسى الذي أتي موسى نعم أقول فيهم بقايا من الدين الصحيح من دين الأنبياء فيهم بقايا من دين الأنبياء الدين الصحيح نعم قال فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق بموسى منكم توكيدا لصومه وبيانا لليهود أن الذين يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم نعم فالأنبياء دينهم واحد ويقتدي متأخرهم بمتقدمهم ومن ذلك إفراد الله جل وعلا بالعبادة والصيام من أعظم أنواع العبادة فهو عبادة مشروعة لجميع الأمم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأصل الصوم فريض على جميع الأمم السابقة من أهل الأديان السماوية وإن كانت تختلف صفته وإن كانت تختلف صفته فأصله متفق عليه نعم قال رحمه الله ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء الجواب من وجوه أحدها أن هذا كان متقدم ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب وأمره بذلك وفي مثل الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد ولهذا صار فرق شعار مسلمين نعم هو قد قد يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كانت عليه اليهود لا لأجل التشبه بهم أو الأخذ عنهم وإنما لأنه عبادة لله سبحانه وتعالى ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما حصل الاختلاط بين اليهود والمسلمين أراد أن أن يفصل ويفرق بين المسلم واليهودي فجعل هناك فوارق نعم منها ما يأتي إنه جعل فارقا في صوم يوم حاشورة عما كان عليه اليهود نعم وفي مثل الحديث أنه سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعد ولهذا صار الفرق شعار المسلمين وكان من الشروط على أهل الذمة أن لا يفرقوا شعورهم نعم هذا من الفوارق لما حصل اختلاط ومواطنة بين المسلمين وأهل الكتاب وأنه لا بد أن يتميز المسلم من غيره جعلوا فوارق منها فرق الشعر شعر الرأس نعم بدلا من الإرسال نعم وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ومن ذلك مسألة القبلة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يستقبل قبلة اليهود نعم وهي بيت المقدس لأنه لم يؤمر بقبلة غيرها فهو استمرار على الدين السابق استمرار على الدين السابق لا من أجل مشابهة اليهود وإنما لأن الله شرع استقبال بيت المقدس ولم يأتي تغيير لذلك استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جعل الله له القبلة الخاصة وهي الكعبة وهي القبلة الأولى نعم هي قبل بيت المقدس هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فعاد إلى القبلة الأولى وأول بيت وضع للناس نعم وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم نعم أخبر الله جل وعلا أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يرضى عنه اليهود حتى يتبع قبلتهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن إنك إذن لمن الظالمين فهم لا يرضون حتى ولو استقبلت قبلتهم لا يرضون لا يرضون عنك فالله قال تعالى وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض لأنهم هم أنفسهم مختلفون فمن طبيعتهم الاختلاف وعدم الاتفاق هذه طبيعتهم وعصبيتهم فالله جل وعلا قال لنبيه لا تطمع في أنهم يرضون عنك أبدا حتى ولو تنازلت عن شيء من دينك وهو القبلة ولترضيهم فإنهم لن يرضوا عنك لأنهم هم أيضا لم يتفقوا على القبلة فاليهود يتفقون بيت المقدس والنصارى يستقبلون المشرق فهم مختلفون في قبلتهم نعم وأخبر أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير نعم قالت ولا إن اتبعت أهواءهم ولم يقل إن اتبعت دينهم لأن هذا ليس دينا لهم نعم من عند الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وإنما هي أهواء تفرقت بهم واختلفوا بسببها ففي قوله ولا إن اتبعت أهواءهم دليل على أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون شرع الله فاستقبالهم لبيت المقدس أو للمشرق إنما هو تبع للأهواء والرغبات لا اتباعا لشرع الله عز وجل نعم وأخبره أن لكل وجهة هو موليها نعم هذا معنى كما في قوله ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتابة بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ثم قال ولكل وجهة هو موليها نعم وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجا الآن هذا بالنسبة للأنبياء الله جل وعلا جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا هذا في الأوامر والنواهي والحلال والحرام فإنه يشرع لكل أمة ما يناسبها في وقتها ثم ينسخ ذلك بما يناسب الأمة التي بعدها فلما جاء الإسلام استقر على ملة واحدة لا تنسخ ولا تبدل ولا تغير لأنها صالحة لكل زمان ومكان ولكل أمة إلى أن تقوم الساعة نعم فالشعار من جملة الشرعة نعم والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عشراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك نعم هذا وجه آخر أولا أنه لم يكن يصومه تشبها باليهود لأنه كان يصومه قبل أن يرى اليهود وقبل أن يهاجر إلى المدينة ثانيا أنه لما علم أن اليهود يصومونه أراد مخالفتهم فأمر بصوم يوم قبله وقال لئن بقيت إلى قابل لأصوم النتاسع والعاشر خالف اليهود صوم يوما قبله وفي رواية أو يوما بعده فغير الصورة عليه الصلاة والسلام غير صورة الصوم لزيادة يوم قبله أو يوم بعده نعم ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء وهو الذي روا قوله نحن أحق بموسى منكم كان أشد الصحابة رضي الله عنهم أمراً بمخالفة اليهود في صوم عاشوراً وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع المخالفة نعم وهذا مما يدل على أن المخالفة وعدم المشابهة أمر مطلوب نعم فهذا ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب اتباعهم فيما لم يؤمر فيه بشيء فيما لم يؤمر فيه بشيء كان رضي الله عنه من أشد الناس مخالفة لهم لعلمه أن الرسول أمر بمخالفتهم ونهى عن التشبه بهم وروا أيضاً مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج قال انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشورا فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم نعم فهذا فيه دليل على أنه يصام اليوم التاسع زيادة قبل اليوم العاشر الذي كانت اليهود تصومه فصوم التاسع هذا من باب المخالفة لهم في صورة الصيام فدل على أن المخالفة مطلوبة إما في أصل العمل وإما في صفته وابن عباس هو الذي روى محبة موافقتها للكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء نعم وروا مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني يوم عاشورا نعم وقد توفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدرك العام الذي بعده ولكنه علم من سنته ومن رغبته وأمره أنه أمر بصوم اليوم التاسع لأجل مخالفة اليهود فنفذ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم هذه السنة نعم ومعنى قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر هكذا ثبت عنه وعلّله بمخالفة اليهود قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عمر بن دينار أنه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله فقوله رضي الله عن صوم التاسع ليس معناه أنه يقتصر على التاسع وإنما سكت عن اليوم العاشر لأنه معلوم لأنه معلوم عند السائل وعند غيره أن العاشر يصام لكن يضاف إليه التاسع قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان بن عمر بن دينار أنه سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود فبين أن الحكمة من صوم التاسع قبل العاشر مخالفة اليهود في صورة العمل وروينا في فوائد داود بن عمر عن إسماعيل بن علي قال ذكروا عند ابن أبي نجيح أن ابن عباس كان يقول يوم عاشراء يوم التاسع فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس أكره أن أصوم يوما فاردا ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما نعم وهذا الفهم الذي فهمه هذا الراوي أنه يقتصر على التاسع ويكون هو عاشراء هذا غلط وبين الراوي الآخر أن ذلك إنما هو من أجل المخالفة لا من أجل أن يقتصر على اليوم التاسع لأن اليوم التاسع ليس هو يوم عاشراء نعم ويحقق ذلك ما رواه التلمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشراء العاشر من المحرم قال التلمذي حديث حسن صحيح هذا هو الأصل صوم يوم عاشراء أنه العاشر من المحرم وليس هو التاسع كما توهم بعض الرواة نعم وروا سعيد في سننه عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشراء وخالفوا فيه اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده ورواه أحمد ولفظه صوموا قبله يوما أو بعده يوما وهذا أوضح في الدلالة قال صوموا اليوم العاشر نعم وصوموا يوما قبله أو يوما بعده وتبين بذلك أن قول ابن عباس أصبح اليوم التاسع صائما أنه ليس المراد إفراد هذا اليوم وإنما المراد إتباعه بيوم عاشراء نعم ولهذا نص أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به فقال في رواية الأثرم أنا أذهب في عاشراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحدث ابن عباس صوموا التاسع والعاشر نعم وهذا مذهب الإمام أحمد أنه يصام اليوم التاسع واليوم العاشر اليوم العاشر هو الأصل نعم واليوم التاسع من أجل تغيير صفة الصوم مخالفة لليهود نعم وقال حرب سألت أحمد عن صوم يوم عاشراء فقال يصوم التاسع والعاشر كذلك التاسع والعاشر تكاثرت النصوص على أنه يصام اليوم التاسع والعاشر فصوم التاسع آكد من اليوم الحادي عشر لأن روايته أصح ولأن أكثر الروايات عليه قد ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله